نشر المركز الأعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضم إنفوغرافات تسلط الضوء على انضمام مصر لمؤشر جاي بي مورغن بدعم منطقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري وهو ما يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من العالم وأظهر التقرير أن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقياً منضمط لمؤشر جاي بي مورغن للسندات الحكومية بالأسواق النشئة بينما أوضح أن 90% من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر للمؤشر بما يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري وأوضح التقرير أن الفوائد التي ستعود على مصر من إدراجها في المؤشر تتمثل في جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وخفض تكلفة الدين إلى جانب ضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وتطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات فضلا عن تواجد مصر على خريطة الاقتصادات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء هذا وقد استعرض التقرير جهود الدولة للانضمام لمؤشر جي بي مورجن لافتا إلى تراجع الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة كنسبة من النتج المحلي الإجمالية ليبلغ 68.6% عام 2019-2020 كما شملت الجهود أيضا زيادة إصدارات الأوراق المالية الحكومية بما يعكس قوة الاقتصاد لتصل إلى 3.477.900.000 جنيه عام 2019-2020